إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون لا طالب العلم بالخصوص أن يكون له حظ من الليل قيل الإمام أحمد لما كان في سفر جاء صاحبه فرأى في سفر وهم متعب تعرف واحد لما يأتي من سفر يتعب ويكون عند النوم لخبط فقام فتوضأ من الليل وصلى قال تصلي وأنت في سفر أو قادم من سفر قال وإنه يعني معنى كلام أحمد إنه من العيب أن يكون الرجل من أهل الحديث ولا يكون له ورد من الليل الشخص إذا كان من سبل العلم ولا يكون له حظ من الليل من أوله أو من آخره فهو محروم لذا قال جمع من أهل العلم إن الشخص الذي لا يوتر وهو أقل قيام الليل لا يوتر رجل سوء رجل سوء رجل سوء وقد جاء عن بعض أهل العلم قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة هي قيام الليل وبما سعود يقول يجب على صاحب القرآن أن يعرف بالليله إذ الناس نائم فأنا أقول يجب على طالب العلم ويتأكد خصوصا أن يجعل له وردا من الليل وكانت عائشة رضي الله عنها تجعل لها وردا فإن فاتها جعلته قبل نومها والورد يحتمل أن يكون قراءة قرآن ويحتمل قراءة قرآن في الصلاة فذلك الإنسان يجعل له هذا الورد ويرتب نفسه ويروضها فقد جاء عن عبد الله بن مبارك رضي الله عنها أنه قال يعني روضت نفسي في قيام الليل عشرين سنة فارتاضت عشرين سنة أخرى رتاحت بعد عشرين سنة فالإنسان من من أول يوم يبدأ بأفضل القيام يقرأ اليوم 11 ركع فيبدأ ب11 وما قد صلى أو أفضله الثلث الأخير من الليل فيأتي لثلث الأخير لا ابدأ بالتدريج درجة الأولى ثم الثانية ثم الثالث ابدأ بالأقل ثم استمرت أربعة أيام أسبوع استمرت الدرجة الثانية بالعدد وهكذا حتى ترتاض نفسك وهذا القيام الليل سبحان الله يفتح الله عز وجل به على المرء فتحا عظيما يقول لحد من الشايخ والله اليوم الذي لا أصلي فيه الليل وهو حي الآن ولولا أنه يكره ذكرت اسمه يقول اليوم الذي لا أصلي فيه قيام الليل يرتفع ضغطي يقول عندي شيئين عبد السلام قيام الليل ودرس المغرب إذا ما فعلت هالين الاثنين يرتفع ضغطي شيخ معروف يقول يرتفع ضغطي ضغطه يرتفع يأكل حبوب فيقول راحتي وأنسي في هذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون خوفا وطمعا اشتركوا في القناة